يبدأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم جولة أسيوية تشمل كل من إندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلدان الثلاثة ويشاركه في عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة تأتي زيارة الإمام الأكبر إلى إندونيسيا تلبية لدعوة وجهها إليه الرئيس الإندونيسي في مارس الماضي للمشاركة في افتتاح المؤتمر العالمي حول الوسطية في الإسلام حيث يلقي الطيب الكلمة الرئيسية في المؤتمر وذلك بحضور كبار الشخصيات الدينية في العالم